أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على تحقيق قوات المسلحة بالتعاون مع الشرطة نجاحات متعددة على صعيد تأمين الدولة المصرية وشدد الرئيس السيسي على أهمية العمل بكل جهد وصبر وتضحية في سبيل تحقيق الأهداف المنشودة قوات المسلحة بفضل الله سبحانه وتعالى بالتعاون مع الشرطة المدنية إن شاء الله والحمد لله حققت نجاح كبير قوي في تأمين الدولة المصرية بما فيها المنطقة اللي كانت زي ما احنا كنا نتكلم عليها دايما وعدنا تقريبا تسع سنوات نبذل فيها تضحيات كبيرة جدا من أبنائنا من الضباط وضباط الصف والجنود وحتى المدنيين شهداء سقطوا وده دورنا كحمال الدولة المصرية وحمال الشعب المصري فالحمد لله رب العالمين زي ما بقول كده إحنا حققنا نجاح كبير قوي قوي ومش عايز أقول إن إحنا قريبا بفضل الله سبحانه وتعالى نعلن إن الموجة اللي قبلتها مصر خلال العشر سنين الأخرين دول إن شاء الله تم الانتهاء منها والسيطرة عليها أنا ما ذكرت الجاء قبل كده في أي حديث الكلام ده يعني بيتحقق بالتدريج بقالنا سنوات كل مقرأ بنحقق نجاح في نجاح في نجاح وده إزاي ما بقول لكم النوع تفتكر إن النجاح بيجي بدون عمل وبدون صبر وبدون تضحية أبدا ما فيش حاجة كده الوجود اللي ربنا أوجدنا فيه أوجدنا للعمل والكد